بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كانوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا اتخذوك خليلا وإذا لا اتخذوك خليلا الخليل هو المخال اللي بينك وبينه حب لدرجة أنه متخلل خلالك واتخذ الله إبراهيم إيه خليل بل إبراهيم ما بيخلاش من ربه كل حاجة سمع الله وبصره وقل له مع إبراهيم فإذن فالخليل هو الإيه؟ هو الحبيب المخالب أي الذي يتغلغل في نفسك وتتغلغل في إيه؟ في نفسك ولذلك الشاعر لما يقول إيه؟ وَلَمَّا أَلْتَقَيْنَا هو وَمَنْ يُحِبُ قَرَّبَ الشَّوْخُ جَهْدَهُ خَلِيلَيْكَ زَابَ لَوْعَةً وَعِتَابَاً كَأَنَّ خَلِيلًا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابها ساعة متقابلوا مع بعض كده كأن واحد إيه؟ ودخل في خلال إيه؟ في خلال التالي يبقى اتخذوك خليل يبقى بينك وبينهم إيه؟ موابة ليه؟ لأن العام العزابة بينك وبينهم المسألة المنهج اللي أنت جايبه ديه إنما يوم تلتقوا مع بعض يبقى بيحبوك دخلوا بيحبوك الأول بقولوا عليك الأمير والصادق وإيه 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 أخره؟ إذن اللي تعبك إيه من اللي تعبهم إيه من لك إيه المنهج فيما تتهاون شوية المنهجة تبقى خليل لهم تبقى صاعب إنما بقى أخليل لهم أم خليل لمن أرسلك؟ ما أخليك خليل لمن أرسلك؟ نعم ولولا أن ثبتناك لقد كت برضو كت تركنوا إليهم شيئاً قليلاً نحن نقول له الزمان أن كلمة لولا دي ساعة ما تسمحها مرة تدخل على جملة إسمية ومرة تدخل على جملة فعلية إن دخلت على جملة إسمية تقول لولا زيد موجود عندك لزرتك لولا زيد لزرتك يبقى امتنعت الزيارة لوجود مين؟ لوجود زيد يبقى لولا زيد موجود عندك لزرتك طبقاً إذا دخلت على جملة إسمية يبقى امتنع شيء لوجودي شيء آخر طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا تزاكر تبقى دي سمعه عض وحص تحسوا على إنه إيه؟ يبقى مؤمن هنا بقى ولولا أن ثبتناك يعني لولا تثبيتنا لك لقاربت لولا أن ثبتناك يبقى إيه اللي يحصل؟ لقاربت أن تركن إليه شيئاً قليلاً طب شير التثبيت؟ يبقى التثبيت عمل إيه؟ التثبيت؟ التثبيت ما خلاش به قرب التثبيت ما خلاش به إيه؟ مش ركون لولا أن ثبتناك لقد كت ترتك مش لولا أن ثبتناك لركنت يبقى التثبيت من الله مانع إيه؟ مش الركون القرب من الركون مانع الله القرب بس من الركون يبقى تتبيت لولا أن ثبتناك PLE يبقى تثبيت هو اللي يمنع إيه؟ منع الركون نقوله لا próxima ركون هنا خالص الركون ممتنع لأن لولا أن ثبتناك خاربت أن تركك يبقى التثبيت منع إيه؟ منع مانع الكرب مش منع الركون الركون ممنوع نهائي إنما القلب هو اللي ايه طيب وهو القلب للركون القلب للركون ولا للركون القليل برضو يبقى شوف تضعيف قد ايه كم مرة ركون وركون ايه قليل وقلب من ركون قليل يبقى تثبيت الله عمل ايه منع ان يقرب من ان يركن اليهم ركونا ايه قليلا يبقى كم مرحلين مراحل المتعددة ايه طب بلاش التثبيت يا شيخ اما لو ما ثبتش كان يحصل ايه يبقى اكيد اروبت انك تركة يبقى برضو ما ركنتش يبقى كن طبيعة محمد حتى دون الوحي من الله طبيعة سليمة ان حصل يبقى يعني كلامي خايلة انما ما يحصلش منه حكوم يبقى اذا اهو لولا ان ثبتناك لقد كده تركان اليهم شيئا قليلا نجيب الاسلوب لفصله كده بمعنى قربت يبقى لا تثبيت الله منع الركون ولا منع القرب من الركون وهل القرب من الركون المطلق ولا من الركون المنصوب بان ركون قليل برضو يبقى طب لو لما كشف التثبيت تقابل التثبيت كان يبقى اللي عنده ايه كاد او قرب ان يركن فليلا ايه برضو كاد او قرب ان يركن ايه بل تبقى ديا النبي بذاته له ذاتية مستقلة ولا لا له ذاتية ايه مستقلة حلمة ايه لقد كده تركنوا اليهم كلمة ركون معناه ان يعتصم الانشان بشيء يحفظه من اشياء احنا مثلا نشوف الحوائط اللي معمولة حوالين الممتلكات الحوائط دي تحوط الممتلك على حسب شكل الممتلك من الارض مرة يكون مربع مرة يكون مستطيل مرة يكون متوازي اضلاع مرة يكون شكل معين مرة يكون مسلس حوائط معمولة اذا جاء الانسان واحتمى بحائط اذا احتمى بحائط يبقى حمى ظهره فقط حمى ايه ظهر وعينه ويشايفه انما ظهره ما يجيش من وراء حد يناله لكن ان كان عايز يعمل نفسه حماية بقى للجهات الاربعة عينه شايفه اللي جاي له ركن بقى يقدر يقود ولما يجي للركن اللي هو التقاؤ ض العينه ويقف الركن يبقى ظهره محبي بزاوية الركن والجنب ده محمي بالجدر ده من نحيا دي والجنب التاني محمي بالجدر اذا الركون معناه ايه الركون انت اذهب ايه الى عرز يمنع كل جهاتك ولا يتأتى ذلك الا في ايه الا في انه الركن ولذلك ايه لما يقول النبي لو ان ليه بيكون قوة او قوي الى ركن الايه شديد الى ركن ساعة ما تيجي تضرب ولد مأس ابنك في الاوضة يقوم هو ان راع على حيطة كده وسانت ظهره يبقى حما ايه ظهره بس انما تجيله من هنا وتجيله من ثلاث جهات انما هو لما يجي ينزنق كده في الروكن تبقى ظهره فين في الزوج وجانبه محمل الحطة دي وجانبه ووظهه شايف قدامك يبقى ادي معنى الايه تركا ولولا ان ثبتناك وما معنى بتثبيت هو منع المثبت ان يتأرجح شيء يتأرجح يا تقوم انت تعمل ايه تثبت ولذلك لما تشوف مثلا احد يقول له تثبت لما تشوفوا كده ايه تقول له اثبت ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا في الايات دية كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد ان يستلى من قلب محمد السخيمة على اعبابه السخيمة على بده يستلىها منهم جديد انت كنت ترتركن لانك انت عايز تقلف خلوبهم على حسب اكتهادك زي موثل مجاله الاعمى سابق وروح للجماعة للصناديد هو عامل دي ليه ليه عاملها ده هو بيكلف نفسه الاشاق فابدى الاعمى ده مؤمن ويجي يسأل عن دينه تهلقوا مسألة سألقوا والتنين عملين بايه بناخدوا ورد فقول انت بتكلف نفسك المشاقة ليه بقى اللي جايلك ساهل كده واربع وصورات تسيبه وتروح للمشاقة يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه اذا كنتم تحبون منه من كده ومن كده ومن كده فاعذروه لان انا اللي عملت انا اللي ثبت انا اللي ثبت زي ما يجي واحد خدام عندك ويعمل اي حاجة وبتاعه مش عارف ايه تقول له انا اللي اهيله انا اللي اهيله بديك تبرقه هو وتبرق سحته من انهم يخصموه او يعملوا فيه اي حاجة اقول ده ماليش داعه انا اللي اهيله ولذلك الحق سبحانه وتعالى في الآسانية ويقول لي اذا اذا يعني ايه اذا لو لو ركنت لو كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا نعمل فيك ايه اذا لازقناك ضعف الحياة وضعف الممارك اذا معذور رسول الله في ان يقف هذا الموقف ولا لا يبقى معذور ليه لانه قال ده يقول له القدام انت لو طبعتهم كنت عرفدك كنت عامل فيك كذا وعامل فيك كذا وعامل فيك كذا يبقى معناه انك انت بدك تعمل ايه بدك ترفع سخيمة الكره من القوم على مين على الخدام وتنقلها المين وتنقلها لكنت نعم اذا يعني لو قلناك كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا لاذقناك ضعف الحياة ايه ضعف الحياة كلمة ضعف الياتيم ايه الضعف يعني هو اللي يبقى مسقدروا الشيء مرتين قد الشيء مرتين طب وسميه ضعف اليه طب ده دي قوة الاتنين الواحد بقى ايه بقى اتنين تنتيه كلمة مدت الضعف دي والضعف من قليه ام قالك لا ده انك اذا رأيت الاتنين ثم تستضعف الاولان ساعة ما تيجي دي بقى الثاني ايه ضعف ولما تقول اضعاف وضعفة يبقى ايه ام قالك اذا لاذقناك ضعف الحياة طب وضعف الحياة طب والحياة يبقى لها ايه لا تبقى الحياة يزاقة ام قالك لا يزاق فيها الا العذاب اذا لاذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الايه طب وليه ضعف بقى ام قالك لانه اسوة كبير اسوة ايه كبير اسوة ازاي يعمل العملية دي مش ممكن ولذلك ايه يا نساء النبي لستنك احد من النساء فلا تخضعنا في القول فياطمع الذي في ايه يبقى شمعنا بقى ده انت من يأتي من كل نبي فاحش وضاعف لها العذاب ايه اذا كلما كبر مقام الانسان في مركز الدعوات الى الله يجب ان يكبر عن ايه عن الشبا ليه لانه حصله حيبقى اصود فعل ولما يبقى اصود فعل يبقى اكينه اضل في ذاته اضل ايه اضل غيره يبقى ياخد ضعف ولا ما ياخد شيء يبقى ياخد ضعف اذا ايه لو انك كدت تركان اليهم شيئا قليلا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وش معنى في العذاب يقولك اذقناك واذقنا 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 يقولك اصل الزخ ده هو اعمل ملكات شيوعا انت تشوف حاجة بعينك وتسمعها بودنك تشوف حاجة بعينك تعجبك وردة تشوفها مثلا تسمع لحلة يعجبك تسمع مثلا انك واحد بيقرأ كويس كده تنبسط منه تشم حاجة طيبة تدركها بينه لكن المزاق بتشتلك فيه كل الايه كل الملكات كل الملكات اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لما نوزيك ضعف الحياة وضعف الممات لا تجد لك مفيش حد يعني اه محدش يجي يقول لنا طيب انت عملت في كده ليه اللي هو بي زي ما يجي واحد ياخد منه الطار ولا ايه نعم او تجد نصير ينصرك ما يمكنش ليه لان مددك منن الوحدي فما فيش حد حيديك نعم اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا احدا ينقيه ينصرك نعم وان كادوا برضو كادوا كل المسائل بتاعتها كادة 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 لكنهم ما يقولوش نحية الفعل ابدا انما نحية القرب من الفعل نعم وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها احنا قلنا واستفزز مرة معنى الفز الخفة الخفة قلنا الواحد مثلا لو يجي ابنه يطمره بامر كده والودي يتساقل في الارض تقول له ايه فز فز يعني ايه يعني غادر الثقة اللي انت فيه ده ويبقى بخفة وان كادوا لا يستفزونك من الارض الارض اللي هي مكة والنبي بيحب مكة انما عملين يبلغوا فيه ازاء والعنت معه عشان ايه عشان يكره الاقامة هنا ويقع ويقع لانهم فهمين انه لو خرج حيضيح ليه ام قالك لانهم ما شافوا له انصار هنا والانصار اقوياء قالك اما يروح بعيد برا ما يبقاش اسوى لعبدنا والاضعاف وللولي الاخر فاحنا نقعد ندايق فيه ونطعبه لحد ما ايه ام قالك اذا لو خرجت ايضا لا يلبسون خلافك الا ايه الا قليل وبس مش هم اللي هي ايه هم هم يضيقوك علشان تخرج انما الخروج حيبقى بامري قالك الخروج حيبقى بايه بامري وحنا ننتظر لهم لحد ما يبيتوا التبييت اللي هو بتاع يجمعوا من كل قبيلة فتا وجلده ويمسكوا تسيف ويضربوه ضربة رجل واحد قال لي عشان يتفرق لهم في الايه قال لي هم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر واقعدوا ويطلع على الشبان اللي هم ممسكين والسيوم كده ويقول ايه شاهت الوجوه شاهت الوجوه فاخشيناهم فهم لا يبسنوا ويمر عليهم وبعدهم يتفتوا لهم ما فيش حد من المدار طب ما كانوا يخرجوا خلاص قالك لا اللي حق سبحانه وتعالى يريد ان يدلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لن يظفروا برجل الدعوات الاول باي شكل من الاشكال لا بالمواجهة قدرين عليه هذه واحدة ولا بالتبييت اللي هو المكر الخفي والمشعرف ايه حيقدروا عليه باي شيء حتى لو استغلوا الجن كمان عشان سحروا يعملوا ربنا حيقولهم يبقوا بقولهم اعملوا اريحوا نفسكم لا سبيل الى الوقوف عمام تيار يا سيد دعوة لانكم لم تستطيعوا ان تذهبوا الى لا جهارا ولا تبييتا ولا ان تستعينوا بالجنس الاقوى منكم وهم الايه وهم الجن اللي ربنا ادخلهم في التحدي كله لان اجتمعت الايه الانس والجن على يعني ما فيش ايه ما فيش فايدة منصور منصور وان كادوا لا يستفزونك يستخفونه يعني يجعلك تخف الى الخروج من الارض ليخرجوك منها طيب يخرجوك وبعدين لا يلبسون في الارض هلافك الا قليل لما خرجوا بعد سنة قتل منهم سبعين السنديد واسر ايه واسر السبعين وان كادوا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا فعلوا ذلك لا يلبسوا مش هيتمتعوا بالارض ولا يتمتعوا بالنعيم اللي هم كانوا فيه ولا بالسيادة ولا اي حاجة يعني انت لو خرجت برضو حيحصل لهم كيه بس مش هيتم اللي مش هيخروا انا مخرج الاخراك اه وان كادوا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا اذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك الا قليلا وقد كان سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ما شافون همش عبرة من الرسل اللي سبقوا احنا ارسلنا رسل وكذبوا وعودوا واتهدوا ومع ذلك النتيجة اننا عملنا فيه انصرنا رسلنا وايه فكان يجب ان يأخذونهم ايه ان يأخذونهم عبرة سنة والسنة هي العادة التي لا تختلف سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلها ليه؟ لان تحويل السنة يجي اكوى يجي واحد اكوى يحول السنة انما اذا كنت انا الاكوى وانا يبقى اعمل السنة ما حاج يقدر يحولها ابدا الا اذا ايه؟ اينا حولتها ولذلك اذا قلت تبقى هيال كنة نعم بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الالهيات ايمانا بها وتكلم عن النبوات تصديقا لها وتكلم عن المعادة ايمانا به وان الانسان حيوم يشوف يقد كتابه بيمينه ويبقى رصير وانا يبقى اعمى كل دي اراد الحق سبحانه وتعالى ان يأتي لنا بسامرة كل هذه الايمان بالالهيات والايمان بتصديق النبوات والايمان بالمعادة الذي نذهب اليه للمحاسبة عما فعلنا كل دي عشان ايه؟ تقول لك علشان منهج الحياة وحركتنا فيه يبقى منضبط طب منهج الحياة اللي هو الاحكام اللي ربنا من ايه؟ من الزل فرا عامل بقى اركان اساسية لهذه الاحكام اللي احنا قلنا اللي قال عنها رسول الله بني الاسلام على ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمد ايه؟ واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت من استطاع اليه سبيله دي الاركان اللي بني عليها الايه؟ الاسلام كل واحد مننا حظه من هذه الاركان ايه؟ نشوف كده كلنا محتركين في ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكلنا ايضا مشتركون في الصلاة اللي ما تسقطش ابدا عن احد واللي مكررة كل يوم خمس مرات لكن الصيام بيبقى كل شهر في سنة هادي واحد كل سنة فيها الشهر ويمكن مريض او كده ما عصومش والزكاة ما عنديش عشان اطلع زكاة وحج البيت ما عنديش علشان ايه؟ يبقى اركان المسلم ده بالنسبة له يبقى فيه اركان للاسلام اركان للمسلم اركان الاسلامي ان نؤمن بها جميعا لكن اركان المسلم السابت فيه ايه؟ ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد وان يقيم الايه؟ الصلاة وبعدين قد يدخل فيها انه يصوم يدخل فيها انه زكي يدخل فيها انه ايه؟ انه يحب حين يأتي المسلم بالاركان يبقى اتفقت اركان الاسلامي مع اركان المسلم اتفقوا يا بعض احنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه الاركان وقال ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفي ان تقولها مرة والزكا والصوم والحق يمكن ما عنديش مواصفته يبقى ايه؟ الصلاة فجاء بالعماد بتاع الدين ده وقال له ايه؟ اه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا احنا كنا قلنا زمان في حلقة الصلاة واو الى اخره قلنا ولأن الصلاة ايه السابتة المتكررة اللي فيها اعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات قالك لأنها كده برضو قلنا بتنتظم كل اركان الاسلام لأنك انت في الصلاة بتشهد ان لا اله الا الله فبدالما كنت تقولها مرة انت هتقولها في الصلاة يبقى جابة الركندة وياها ولا لا طيب وبعدين تصوم ام قالك هو الصيام انتناع عن ايه؟ عن شهواته البطن والفرج انا ما بنمشي ولا ما بنمشي بنقرا ولا ما بنقراك كل ده ولا لا طيب ولما يبقى ايزا الصلاة بتعمل ايه؟ ده الصلاة بتخليش اعمل ابدا غير افعل الصلاة يبقى فيها صيام بالمعنى الاوسع لاني بصوم عن شهواته البطن والفرج وبصوم عن حاجات تانية وعن الكلام وعن الحديث وعن عمل اي شيء الله ده فيها اوسع طيب والزاكة ام قالك الزاكة انت بتجيب بعض المال بعض المال اللي هو عليه الحول عندك او زائد عن حاجتك والمال فرع الحركة والحركات فرع الوقت في الصلب الضحر الوقت نفسه يبقى قبله ولا مش قبله طيب عال او والحاج ام قالك جمت كل صلب تتحرنك انت تروح للكعبة الله يبقى جابت كل الاركان ولا لا اذا معنى قولوا الصلاة عماده الايه؟ من اقامها قد اقامت ايه؟ اذا دي جابت اول الاحكام قال له ايه؟ اقم الايه؟ الصلاة اقم الصلاة تعالى والصلاة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل ان يصلي وبعدين هو قال صلوا كما رأيتمون ايه؟ اصلي كويس او الصلاة لانها هي هذا الاسم اخذت وضعها وقلنا في التشريع كل تكليفات الاسلام جاءت بواسطة الوحي الوحي بلغ على الرسول في الايات الا الصلاة انها جاءت بالمباشرة جاءت بالايه؟ بالمباشرة احنا كنا ضربنا زمان مسأل ولله المسأل الاعلى قلنا اذا كان فيه رئيس وفيه مرقوس وفيه مسألة الرئيس مكتم بها شوية يقوم مثلا يكلموا بالتليفون يقول له والله جاي لك المسألة فانا نبقى يعني خد بالك طيب مسألة اهم شوية يقول له والله تعالى عشان عندي مسألة حاول هالك يجيبوا كده ويقول له اه الصلاة يتقلوا تعالى عشان انا حفرض عليك ففردت بالمباشرة لهذه الاهمية لهذه الاهمية لهذه الاهمية فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في المثال بعض الالهيات وبعض النبوات وبعض المعاهد وبعض يقول ايه اقم الصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس بده يبين لنا مواقيت الصلاة الدلوك معناه الزوال من حركة الى حركة ولذلك يسمى مدلكات يعني ايه مدلكات يعني ايده ما بتثبتش على مش بيدلك يبقى معنى دلوك الشمس يعني ايه الشمس احنا نعرف ان الافق بتاع الانسان هو القوسه او المحيط الممتد حوله على حذب نظره واحد نظره قوي يبقى محيطه واسم يشوف السماء كده انطبقت على الارض ومن طبق على الارض بشكل ايه برجلي برجل اذا كان نظره ضعيف او صغير شوية يبقى الافق بتاعه ايه اذا عيلي شوية في الكون يبقى الافق ايه ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحد ان تفكيره بصيته لك ده فلان افق وضيق افق ايه اه افق وضيق ساعة ما تقف انت كده في الافق تبقى انت بقيت مركز للا ايه انت مركز ساعة الشمس ما تكون في سمتك كده يبقى ده وقت الزواج وقت الايه فاذا من حرفت ناحية المغرب يقالوا دلكت الشمس يعني ثبت ايه الخط العمودي ده وابتدأت ايه تميل وده وقت الظهر ونعرف احنا ان وقت الظهر دي اول وقت فرد في الصلاة لان ده كان هناك بالليل وعلى ما نزل وجيل مش عارب ايه ابتدأت الايه يبقى اول وقت هو ايه طيب ليه دلوك الشمس ده البداية عند دلوك الشمس طيب اقل فين لغسق الليل والغسق الظلمة يبقى هتاخد الايه الضف وحتاخد الايه العس وتاخد الايه المغرب وتاخد ايه هيبقى بقى الاوقات كان الوى قرآن الفجر انه قرآن الفجر كان اه اقم الصلاة اه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر انه قرآن الفجر كان مشكلة طيب اقم اسمعنا بقى الصلاة ونه جاء القرآن اه مقالك لان القرآن الفجر لبقى ايه النفس البشرية لسه حركة الحياة يبقى القرآن له كده لسه إيه لسه قراوة ولسه له نداوة ولسه من شغلنا شيء وكان مشهودي عن إيه أم قال لك لأني في ملائكة الليل وملائكة النهار الله إذن المشهودية لها أمن في الليها دخل في العبادة المشهودية لها دخل فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه بالصلاة دي حيثية يبقى مشهودية من له من عليه تكليكم في الصلاة تبقى كويسة ولا مش كويسة تبقى كويسة ليه أم قال لك ايه وقت لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي في الاجتماع المشهود حاجة اسمها استطراق العبودية ايه يعني استطراق العبودية احنا في خارج المسجد كل واحد ايه في وجهته وفي مكانته اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشة واللي بيعمل في الشارع واللي بيعمل مش عارب ايه كل واحد في حاله لكن ساعة نأتي الى بيت الله ايه اللي بيحصل استوينا وخلعنا اقدارنا كما نقلعه احزيتنا داخل المسجد خارج المسجد والاصول بقى ماخدهاش على زياد الوقت كل واحد عمل له حتة يقعد فيه لا الاصول في المؤمن ان ينتهي حيث ينتهي به المجلس يعني واحد يدخل المسجد الحتة الخالي يقعد فيها واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده عشان اللي حييجي بعدين يلاقي ايه ما يعودش تخطى بقى الايه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن ايقانها يوطن الاماكن يعني ايه رفى ليشه سجادة كده انا بصلي هنا ويتأخر بقى البعد جده وبعدين يجي عشان يروح للسجادة يقول انت لما تصوف بقى ويتحط السجادة كده تروح ناشر السجادة دي وقعد مطرع ليه لان الله يريد استطلاح العبودية ان النهاردة قاعد فريح ده وبكرة قاعد فريح ده وقاعد فريح ده وقاعد فريح ده وقاعد فريح ده وندخل بندخل في الاماكن على قدر سرعتنا في الصلاة المدير مدير والغفير غفير واللي مش عارف ايه كده واللي كده يقوم بقى ساعة ما يبقى مشهودين كده البعض انا اشوف اللي اعظم منه ساجد وضارع لله قول لي بقى ما يخدرش يرفع عندنا انتك كنت عمال يعني ريايا ولذلك لما نروح لحاجة كده والواحد يبقى معسن مع الناس اصحاب مناصب ولا اصحاب جاه كده وبعدين يبص كده يبقى يعمالي عاية عند المنتزع ويبص كده ده يشوف ده وده يشوف ده اظن بعد كده بقى حاطبنا يعني طيب ما يمكنش يبقى استطلاق العبودية ده معناها ايه ان كلنا نبقى ايه نبقى سواء ولا فيش فينا اختلاف لا هيئة ولا اختلاف زي ولا اختلاف منصب ولا ولا الاخر اذا كان مشهودة اذا كانت المشهودية حيسية لقرآن الفجر والمشهودية تأتي من الملائكة اللي بيجتمع اكتر ملائكة الليل ويا ملائكة الايه فمشهودية المكلف لانه هو ذا اللي ينتعي بالعملية دي يبقى احسن ولا مش احسن ولجالك كانت صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بكم درجات اه نعم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسك الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة هنا بقى تلتفت لفتة يقولك اذا ربط الله الوقت بآيات كونية بالشمس يبقى لازم الشمس تكون موجودة طب يفرد ان فيه غن بقى تبقى الآية كونية اللي حصل آآ علشان احنا بقى نجتهد ونعرف نضبط دي ما بالشيء الذي ينضبطه ان غاب نعمل ايه تبقى كلمة الساعات وكلمة المش عارف ايه والايه 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 والحيات دي والتوقيتات دي امر مطلوب ولا مش مطلوب اذا الطموحات اللي الانسان يعملها علشان يضبط بها معالم دينه واجبة ولا مش واجبة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا طيب بس كده ام قال لك بقى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ التهجد الهجود هو النوف وتهجد يعني ازاح الهجود كويس اول يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن امته تكليف اخر قصوصية له ان التهجد عنده مفروض عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا ايها المتزمن هم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه برضو ما عملوش قلب حديث المهم ان نكنتة ايه فؤول نصفه او انقص منه او زد عليه ورطيل القرآن ايه ترطيله انا سنلقي عليك قولا سخيلة الله طب ايه العلاقة بالتعليل ده انا سنلقي عليك قولا سخيلة ايه ما فيه قال اه اكدك انت لما توقف تصلي امامنا بدأت تديك القوة علش تحمل الامر الزكي الله فمدام فيه ثقل تبقى لازم تزود الطابق الله تزود ولذلك الرسول كان كلما حزبه امر هاي يروح للصلاة ليه قالك لان حزب الامر معناه ان اسبابه هاي ضاقت عنه طب لما اسبابه تضيق عنه يعمل ايه يروح للمسابب بقى يروح للمسابب يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم العلا انا سنلقي عليك قولا سخيلة انا ناشئة الليل هي اشد وطعا واقوام ايه واقوام كيلة لان الناس كلها نيمة وانت في الوقت اللي الناس نيمة والناس كده بعمالك راجي ربك وتصل لربك قالك الرحمات متنزلة دائما من الحق خلاص فاللي يستيقظ في الوقت ده هو ياخد كل الرحمات واللي نم ولا امشي ولا نصيبه منها رائع يبقى اذا اذا بتدي طاقة ولا بتديش طاقة بتدي طاقة فلان مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مهمة الخلق قال له زود من مين ولزالي اللي يكون عنده امور صعبة قال اللي عنده صعب يقولك اصلي ايه ده انا مشغول فبدا كنت مشغول بقى ده انت تكتر من الصلاة انت تكتر من ايه من الصلاة عشان اللي تقدر تقضيه في تلت يام يمكن ربنا يقضيه لك في ايه اه نعم قولك لا ده انا اصلي مش عارف ايه ما يقدرش اعمل مش عارف ايه ويقعد ونجمع العصر والضو طب لما اجي من الدوان ابي اعمل مش عارف ايه بس انا قلت لهم كلمة اعمل قلت له ما عندكش وقت يا حبيبي ايه بيبقاش عندي وقت قلت له طب انا اسألك بالله لو انك انت حبيتت الصير مية ولا تروح دورة المية بتلاقي الوقت ولا ما بتلاقيش ولا بتشوك في المكتب اما قال لي لا ما لايه وقت ايش معنى دي لايت له وقت وديك ما لا تلاحش ومن الليل فتحجد به نافلة لك نافلة 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 يعني زائد عما فرض على الجميع ولك خصوصيا اللي عايز بقى تشبه بسيدنا بقى بقى دخل في مقام تاني يعني حط نفسه في مقام الاسوة خد الاسوة ولذلك هناك في سورة الزريان اعود بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات الوعيون اخذين ما اتاهم ربه انهم كانوا قبل ذلك محسنين طب محسن يعني ايه ده المحسن هو الذي دخل في مقام الاحسان مقام الاحسان انه هو يزود على ما فرض الله من جنس ما فرض الله هو طلب خمسة الصلوات نخليها عشرة طلب مثلا اثنين ونصف المية نخليها خمسة المية طلب نصوم شهر رمضان نبقى نصوم كده هدي مقام الايه ولذلك لما جاب الحيثية انهم كانوا قبل ذلك محسنين حب يقول لي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طب وهل المفروض ان احنا ما نهجعش بالليل لا يفاصل للعشة ونام لعد الفجر لكن اللي دخل في مقام الاحسان بقى اللي عايز يبقى زيار رسول بقى يعمل ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الى لقاء اخرى